عار جديد وجريمة جديدة تنضم للجرائم السابقة جرائم السابقة لابن زايد وابن سلمان اليمن تل القطع والانقلاب أصبح بفضل الإمارات والسعودية انقلابين والوطن اليمني انقسم بأياد إماراتي الخالق عبدالله مستشار ابن زايد في تغريدة ليه لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم تغريدة دي كانت عنوان كافي وبشى لما ستشهده محافظة عدن اليمني تحدثنا عن التقارب قبل الأجازة العيد اللي بيحدث بسرعة شديدة جدا بالإمارات وإيران والخيانة اللي حصلت مع السعودية خوفا من صواريخ الحثيين الموضوع تطور تطور بعد انقلاب جديد قادته الإمارات على الحكومة الشرعية راح ضحيته قرابة الخمسين ضحية الموضوع تحول لخناء ما بين شخصيين يتحكمون فيما لا يملكون خناء ما بين ابن زايد وابن سلمان لعبة وضحيتها الشعب اليمن هادي يلتقى العهل السعودي وولي عهده انقلاب المجلس الجنوبي لا يخدم إلا العدو الإيراني سلمان وابنه قالوا لرئيس اليمن لما يصحش طبعا يكون في انقلاب على الانقلاب الحوثي اللي بقى لنا خمس سنين في حرب معاه احنا هنشوف الموضوع ده بس بعد موسم الحج بقى عشان قيادات العمالقة المرابطة في اليمن راحوا الحج المجلس الانتقالي ينفي انسحابه من المواقع التي سيطر عليها في عدم الرئيس عبد الربو منصور عبد الربو منصور هادي اجتمع بالمسؤولية السعوديين وابلقهم بخطورة الموقف مشيرا إلى انه تم ارسال قادة الوية العمالقة وقادة عسكريين قبل ايام المعركة الى الحج بغرض تحييدهم يا ولدي الايه يا ولدي الايه الامارات ارسالت ربعموية مدرعة والسعودية قاعدت تشاهد الموقف عن بعض الامارات لن تستطيع ان تنكر دورها الخبيث والعفن فيما حدث في اليمن دور لن يغفروا التاريخ ابدا زي حرب عبد النصر في اليمن دور لن يغفروا التاريخ لا لابن زايد ولا لابن سلمان تفاصيل خطيرة اجتماع ثلاثي لابن زايد وابن سلمان وهدي لتحديد مستقبل اليمن الامارات تعلم جيدا ذكرنا ده سابقا انه ساروخ واحد من اللي كل يوم بيطلق من الحوثي على السعودية لو انطلق ناحية الامارات كل سنة وانت طيب الامارات لم تنكر اعترفت لذلك الامارات شافت ان التقارب الايراني افضل من السعودي انسحاب الامارات من اليمن تحرك تكتيكي ام هروم من الهزيمة يصف موقع بالقيس اليمن الانسحاب الاماراتي بانه التاريخة ثقيلة ومستقبل غامل تبرز المخاوف مما بعد الانسحاب الشكل الامارات باعتبار ان القرار غير المؤلم قد يكون استعداد للتصعيد والذهاب نحو الانفصال لتترك البلد منقسمة وضعيفة تحول اليمن الى دولة فاشلة تحكمها الميليشيات تأويلات كثيرة صحابة الانسحاب الذي يوصف بانه جزء من الصراع الخافي بين رياض وابوظبيا الذي كشفته احداث طرد القوات الاماراتية من منطقة سيئون تنصيق الامارات وايران ازعج الرياض شنكين الامارات قالت ده تنصيق امارات ايراني في نطاق السيد بس هنستطد سمك مع بعضين بقولك في تحول لافة الامارات التنصيق مع ايران ضروري لسلامة الملاحة في المنطقة هنعمل ايه هنستطد سمك الاجتماع مع ايران اقتصر على شؤون الصيد دي العربية اقتصر على شؤون الصيد لا يا راجل بعد المذابح والحرب والشعوى والقصص قاعدين عشان نزبط الصيد او كله صيد دور الامارات القدر في دعم الانقلاب الحوثي او دعم الانقلاب الجديد في عدن واضح وضوح شمس اغسطس اللي احنا فيها دي دور ابن زايد وخيانته واضحة للعالم خيانته رد عليها نواب يمنيون بطرد الاماراتيين من اليمن تماما هكذا قالوا نواب يمنيون يطالبون بطرد الامارات ويحملون السعودية مسئولية انقلاب عدن اعضاء في مجلس النواب طلبوا الرئيس عبد الرب ومنصور هادي بالاستغناء عن مشاركة الامارات في الحرب الدائرة في اليمن وحمل تسعة من ابرز النواب اليمنيين في بيان مشترك السعودية مسئولية الاحداث التي شهدتها عدن جنوب باعتبرها من يقود التحالف العربي وزير النقل اليمني اكد ان عودة اليمن لن يتم الا بتفكيك مليشياء الامارات الحكومة اليمنية عودة الدولة لن تتم الا بتفكيك مليشياء الامارات وزير الداخلية اليمنية اعترف بهزيمة الحكومة اليمنية امام قوات الحزام الامن المدعومة اماراتية ووجه شكره لابن زايد بصورة تهكمية على دوره الحقير في دعم انقلاب عدن نحن نقرب الهزيمة ونبارك للإشقاء في الإمارات العربية المتحدة النصر المبين علينا ولهذا فأننا لم تكون هذه المعركة النهائية ولم تكون الأخيرة هاي نحن ذاهبون لنعود نحدثكم من عدن في الساعة الثانية عشر ظهرا ونحن سنتجه بعد ساعة أو ساعتين برعاية الإشقاء في المملكة العربية السعودية إلى مطار عدن الدولي لترحيلنا إلى الرياض طبعا الانقلاب ده فعليا لن يصب في مصلحة السعودية إنما يصب في مصلحة الحطيين إرضاءا لإيران الحطيين يوميا بيمرسوا قصف على مطار أبهى السعودي من ساعة قليلة القصف وصل لشركة أرامكو السعودية الموجودة في العمق السعودي أكاديم إماراتي الحرب اليمنية انتهت بالنسبة لبوضمي عبدالخالي عبدالله بلاده ستدفع بالتسوية في اليمن يا أولادل يا أولادل إيه؟ يا أولادل إيه؟ يا أولادل إيه؟ حرب انتهى بالنسبة لنا الحرب انتهى عبدالله قال إن الانقلاب الجديد اللي حصل عادي جدا ومفروضه إنه يحصل من زمان لا يا شيخ؟ الشعب قال كلمته ده مستشار ابن زاي بربكم هل هذا يسمى انقلاب؟ عن أي انقلاب يتحدثون؟ الشعب وحده مصدر الشرعية والشعب يريد دولته المستقلة في الجنوب مسؤول إماراتي قالك لن نخاف من أي فراغ عزيزي دكتور محمد رب تغريدة قالت لصاحبها دعني يا أبو خالد ما قلتك هذه تشرع لأشياء كثيرة وأنت خير العارفين قانون الغابة لمشروعية له دوليا تغريدة تحمل رأيا لا تشرع لشيء الجنوب طالب باستقلاله منذ زمن بعيد وسيحصل عليها عاجلا أماجلا بدون تدخل خارجي الحكومة اليمنية ارتكبت أخطاء شنيعة في إدارتها للحرب وتجاه الشعب في الجنوب وحتى تجاه شركاء في التحالف وهي الآن تدفع ثمان الأخطاء ربما هي التي خلقت الغابة مسؤول إماراتي قالك لن نخاف من أي فراغ يحدث في اليمن في إشارة لما بعد خروج القوات الإماراتية أو حتى قوات التحالف سحاب الإمارات في اليمن بداية الانقلاب في عدن حسب مراقبين لا يستبعد عن تقف الإمارات مع الحثيين بالنظر للتفاهمات الأخيرة مع الإيرانيين ملعوب في كل كتاب اللي كل يوم يلبس ماسك القوات الجديدة المدعومة إماراتيا هتكون يرى البعض لقمة سائغة في إيد إيران أو الحثيين لذلك لم تتدخل إيران في دعم أو صد أو حتى التحدث عن انقلاب عدد بترأي بالوضع من بعيد في صمت في صمت موقف عيال زايد من محاربة الشعوب العربية معروف ومتكرر في الجزائر وتونس ومصر والسودان بس الحرب الإماراتية القادرة للأسف للأسف وصلت لحد الحرب على الإسلام والمسلمين مش جديد يعني صحيفة الخليج الإماراتية نشرت خبر بتقول إن هناك مخطط إخواني لأسلامة أوروبا والغرب بتحذر الغرب من مخطط إخواني لأسلامة أوروبا والغرب ودي حاجة مسببة إزعاد كبير لعيال زايدة الله يرحمها استراتيجية إخوانية من 24 بند لأسلامة الغرب يا ساتر يا ساتر أعوذ بالله كشف مقل كاتب أمريكي تفاصيل الوثيقة السرية لمخطط جماعة الإخوان التي عثر عليها قبل 20 سنة في سويسرا لإطلاق برنامج الغزو الثقافي والغزو الشامل للغرب في نهاية المطاف ووفق الموقع العربية نت قال جوني إنفدل في مقال نشره موقع الإذاعة فريدم فيترز إذاعة أمريكية أن الوثيقة المعروفة في دوائر مقفحة الإرهاب باسم المشروع تم العثور عليها في نوفابر 2001 بعد مدهمة فيلا يوسف ندا مدير بنك التقوى وأحد القادة الدوليين للإخوان الإمارات بتحذر من مخطط إخواني لأسلامة أوروبا مخطط بشع جدا الغريبة يا جماعة إن الإمارات التي تحكم سهيونيا بشكل كامل مش بس هجمة الإخوان المسلمين دي شافت إن تبني القضايا الفلسطينية في حد ذاتها دعم للإرهاب عن طريق إنشاء دولة إسلامية لا زي ما بقولك كده ويجتمل المشروع الإخواني السري عقمة شبكات تنسيق أعمال لا بلا 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 واستخدام المؤسسات الغربية بشكل فعال حتى يمكن تحويلها ووضعها في خدمة الإسلام أعوذ بالله مخطط الإخواني هيستخدم المؤسسات الغربية بشكل فعال حتى يمكن تحويلها في خدمة الإسلام الإمارات بتحذر أوروبا ودعم حركات الجهد في العالم الإسلامي وجعل القضايا الفلسطينية قضايا عالمية للمسلمين يا ساتر وتبني التحرير الكامل لفلسطين وإنشاء دولة بيقول لهم عارف أنت ما تشاهدوا خالدوا بيعملوا كده وإنشاء دولة إسلامية كحاجة الرئيسة في خطط الهيمانة الإسلامية العالمية والتحريض على حملة مستمرة لكرهية المسلمين لليهود وجمع أموال كافية لاستدامة ودعم الجهاد في جميع أنحاء العالم ده المخطط الإخواني اللي بتحذر الإمارات منه أوروبا موقف في عيال زايد مغزي جدا وللأسف هي مواقف متكررة على الحرب في الحرب على الإسلام في 2017 عبدالله بن زايد لو كنت نسيته كان ليه تصريح عن الإسلام في أوروبا تقريبا مقارب جدا لتصريح صحيفة الخليج الإماراتية لمؤخصة ستين بالمئة من المنضوين إلى داعش اليوم الذين يأتون من دولة أوروبية لن أسميها هم متحولين إلى الإسلام اشتركوا في القناة